ايام سوداوية على الصحافة اليمنية ربما كانت هذه الجملة الاكثر تكرارا في المشهد الحالي بعد انتهاكات طالت 19 صحفيا في السجون منهم من يتعرض لتعذيب واخر لمحاكمات خارج اطار القانون في صنع وبعد حملات تحريضية كثيرة وجهت للصحفيين من قبل ميليشيا الحوثي وصالح واخرى من قبل جماعات متطرفة ما يزال الصحفيون يسقطون ضحايا او يختطفون او يلقون مصرعهم في ظروف اقل ما يقال عنها غامضة لم تتوقف مصادرة حرية التعبير والاجراءات التعسفية في صنعا فقط فما تزال حالة التوحش قائمة ضد الصحفيين في العديد من المحافظات كان اخرها ما تعرض له ثلاثة صحفيين في عدن هم حسام ردمان وهاني الجنيد وماجد الشعيبي بعد ان تم اعتقالهم من قبل قوات تابعة للمعسكر 20 وبحسب المعلومات فان الصحفيين ردمان والشعيبي تلقيا ضربا مبرحا وتم مصادرة هواتفهما نقابة الصحفيين ادانت الاجراءة القمعية تلك وطالبت السلطات في عدن بسرعة الافراج عن الصحفيين وفيما ترتفع وطيرة الانتهاكات في عدن وعدد من المحافظات الاخرى ادانت النقابة ايضا ما قام به المحافظ شبوه تجاه نائب مدير فرعي وكالة الانباء اليمنية بالمحافظة عمر باسردة الذي تم التوجيه باعتقاله لتغطيته مظاهرات مؤيدة للشرعية يقف الصحفيون اليمنيون اذن بين محاولة النجاح من الموت لنقل الاحداث ومحاولة الهروب من الاعتقالات المتكررة وبين هذا وذاك تتراجع حرية الرأي والتعبير ويظل الصحفيون الخاسر الاكبر في هذا المشهد